دعا زين الدين الواعظ صلاح الدين إلى مصر دعاه إلى نيلها ونعيمها وسلسبيلها ودار ملكها وأنيس ناسها وقصور معزها ومنازل عزها وجيزتها وجزيرتها وخيرتها وجيرتها بركتها وملتقى البحرين ومرتقى الهرمين فاللهم يا ربنا اجعل بلادنا جنة كما رآها الناس عبر التاريخ اللهم آمين هو العالم الجليل هو العالم الأساسي الذي فر من بلاده بعد سقوطها أمام الفرنجة وفر هاربا بدينه وبعلمه إلى مصر فوجد فيها الأمن والأمان والمتنفس لعلمه وأصبح واحدا من مضم من فصر الكتاب الله الحكيم الآن نتوقف في عرض الصالحين مع الإمام القرطبي رضي الله عنه إمام المفسرين كان الإمام القرطبي إماما للمفسرين عبر التاريخ وكان أحد أئمة المذهب المالكي فهو صاحب الجامع لأحكام القرآن كتبه واستفاد من تفسير ابن عطية لاهتمامه بالجانب الفقهي وبجانب اللغة وغيرها من مناح التفسير رضي الله تعالى عن الإمام القرطبي أهلا بحضراتكم ولقاء جديد مع سيرة وحكاية عالم وإمام من الأئمة الأعلام الذين شرفوا أرض مصر أرض الصالحين نتحدث عن الإمام القرطبي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن بداية أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم أهلا بكم مولانا أهلا وسهلا ومرحبا الإمام القرطبي علم كبير فأرجو حضرتك تعطينا كده نبدأ عن الناشئة كيف كانت في بلاد الأندلس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الإمام القرطبي رضي الله عنه انتقل إلى رحمة الله تعالى في سنة ستمية واحد وسبعين وأنا بدأت بالوفاة لأنه الميلاد مش معروف بالضبط ولكن كأنه من الحكايات والروايات وكذا أنه ولد في أوائل ذلك القرن السابع في حدود سنة خمسة سنة عشرة بالكتير ستمية ستمية وعشرة يعني؟ ستمية ستمية وعشرة ولكن هو الراجح أنه هو ستمية وعشرة يعني الراجح أنه أنه هياخد شوية سنين من القرن لأنه هو كده يبقى مات عنده واحد وستين سنة اتنين وستين سنة تلاتة وستين سنة وهكذا حتى لو أنه ولد كده يبقى واحد وسبعين سنة فالإمام لما تربى في قرطبة تتلمز على ابن حجة وتتلمز على هذه المدرسة المالكية لأنه المغرب والأندلس كانوا مالكيين وبعد ذلك حصل أدوان من الأسبان على قرطبة واستشهد أبوه والكلام ده كان في حدود سبع وعشرين يعني هو عنده سبعتاشر سنة ومن الطرائف أنه ذهب إلى أساتذته يسألهم السلوة لأن الشهيد لا يغسل فأفتى لهم أحدهم أنه يغسل وأفتى له آخرون أنه لا يغسل وظل يبحث عن هذه المسألة في الكتب وقال لو اطلعت عليها كما جاءت في الكتب ما غسلته يعني أنه كان شهيدا يعني هل الشهيد هو من وقع ما بين الصفين والمعتركين يعني أثناء الحرب ولا بسبب الحرب يبقى شهيد فهو وجد بسبب الحرب يبقى شهيد فهؤلاء المعتدون جم أتلوا أبوه في السكة أو ما هوش يعني في حالة قتال ولا حاجة فإحنا بنعتبر ده الآن يعني لما الفريق عبد المنع مرياض رحمه الله تعالى ورضي الله عنه لما استشهد من غدر جايله كده يعني لما يستشهد ما بينه ولكن ده شهيد ولا يغسل ويكفن في دمه وفي سيابه ولا يصلى عليه لأن الصلاة مؤدها أن نلجأ إلى الله للغفران وكده وهو قد سبقنا وهو يكون شفيعا يوم القيام هذا فلسفة عدم الصلاة على الشهيد ولكن بعض الناس يصلون عليه لا بأس يعني زيادة رحمة أو زيادة بركة أو كده إلى آخره الإمام القرطبي إذن كان عنده 17 سنة ساعتها عنده 18 سنة ولذلك بيسأل أشياخه وبيبحث عن هذه المسألة ولكن ده كان دافع له الحالة الأمنية في قرطبة وضياء قرطبة من أيدي المسلمين كان دافعا له أن يرحل فرحل إلى تلمسان وبعدا إلى الجزائر إلى تونس إلى مصر نازل الأسكندرية وفي كل هذه الرحلة يتعلم ويقرأ ويزداد كده واهتم جدا باللغة واعتبرها أنها هي المدخل الصحيح لتفسير القرآن الكريم واهتم جدا بدراسة الفرق والمذاهب والأديان وكده إلى آخره ولذلك تجد كثيرا في تفسيري وهو يرد على الشبهات ويرد على أصحاب الفرق وأصحاب الديانات واهتم كثيرا بالمأثور بالرواية يقول في تفسيري أنه لابد أن يسند القول لقائله وأن يسند الحديث لمخرجه وأن كثيرا من الناس لا تسند الحديث إلى مخرجه فيظل القارئ في حيرة وعدم معرفة إذن الرجل ده صاحب منهج ومنهج مال فيه إلى الجمع ما بين المأثور وما بين التفسير والرأي الإمام القرطبي جاء مصر إذن وكان في الأسكندرية لكنه لازم وبقي نزل بقى تحت كده في مونية بن خصيب مونية بن خصيب اللي هي اللي احنا بنسميها دلوقتي محافظة المينية المينية وتلاقي الإمام القرطبي موجود في أحد ميادينها القبر بتاعه موجود نزل وقعد بقى في المينية اللي من بقرطبي قعد بقى في المينية على طول عجبته عجبته وأصبح وبعدين ابتدى يتأثر بتدريسه ودرسه وقراءته وجمعه وكذا بتفسير الطبري تفسير الطبري لما تروح له تلاقي كله روايات حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس عن عطاء عن مجاهد عن عكرمة عن فلان من تصدروا لتفسير القرآن فكل روايات بما فيها ما تصدر له رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير وهي آيات قليلة ما هيش كثيرة حتى يكون القرآن صالحا لكل زمان ومكان ما محصورهش فيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد ده بنسميه تفسير بالمقرآن تأثر أيضا بتفسير ابن عطية في القراءات وفي اللغة وفي كذا إلى آخره وابن عطية الأندلسي تفسيره لما ظهر قعدنا نقارن بينه وبين تفسير القرطبي لأنه فعلا أنه استفاد منه تأثر أيضا بتفسير أبي بكر بن العربي الأندلسي أيضا لأنه كان له تفسير واسع يقول يقال أنه في تسعين مجلد فاتفاد منه الإمام القرطبي تأثر بالنحاس في إعراب القرآن لأنه كان حريصا على قراءات وعلى إعراب وعلى اللغة وعلى الأحكام الفقهية وعلى الرد على الشبهات وكذا إلى آخره فأصبح تفسيره قرة يقولوا عليها كده يعني ضرة يعني حاجة ممتازة جدا موسوعة موسوعة وموسوعة أيضا وطبعا الإمام القرطبي له كتب كثيرة منها التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة وده مجلد ضخم كان السيد أحمد مرسي طبعه أول ما طبع وبعدين طبع بقى بعد كده مرات ذكر فيه ما يتعلق وما يسأل عنه الناس كثيرا قضايا الروح والروح لما بتطلع بتروح فين وبعدين هترجع إزاي وإيه الأحوال بتاعت القبور وفي الأخرة هيبقى فيه إيه وكذا إلى آخره كثير الجزء الغيبي ده تسأل عنه فهو موجود في التذكرة للقرطبي والتذكرة دلوقتي مطبع كذا طبع يعني موجودة في الأسواق وله كتب أخرى يتكلم فيها عن كيف نقمع قمع الحرص بالزهد والقناعة الحرص اللي هو أني حريص على تحصيل الدنيا الدنيا عايزة مكلبشة معايا أوي مهتم بها اهتمام زائد كيف يقوم هذا الشعور بالزهد وبالقناعة إنه يبقى عندي قناعة ما يبقاش عندي طمعة مهي القناعة ضد الطمعة والزهد ضد الطمعة فيبقى أيضا الحرص هنا معناها الحرص على تحصيل الدنيا وأنها تبقى في إيدي وأبقى حريص على لهوي اللي جاي منها معنى البخل أنه أنا كمان مش عايز أدي منها حاجة لا مش عايز تدي منها حاجة ولكن ادي طب ازاي قوم نفسي بالزهد والقناعة عظيم ما احواجنا يعني الكتاب ده الحرص بال استاذ انفضلتك نخرج لفصل سريع ونرجع تاين استكمل سيرة الامام القرطبي ارجوكم خليكم معنا ارجوكم خليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اسكنه فسيح جنات اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين العالمين على بعد دقائق من مدينة المينيا وتحديدا بقرية زاوية سلطان حيث مقام الامام القرطبي هذا المقام الطاهر الذي يتوافد على سحته الصغيرة مئات الزوار يوميا للدعاء والذكر ولم تمنعهم الدروب الضيقة وسط بقابر اهالي القرية من الوصول الى غايتهم والجلوس بجوار مقام هذا العالم الجليل فمقام الامام القرطبي يتميز بقربه من مدينة المينيا عروس الصعيد هذه المدينة التي تطورا ملحوظا في نطاق الطرق والميادين والتي جعلت الوصول للمقام المبروك ايسر واسهل كما تضم اجمل المشاهد لنهر النيل بالاضافة لاحتوائها على صرح اثاري كبير هو المتحف الاتوني والذي يعد من اكبر المتاحف المصرية اهلا بحضراتكم مرة اخرى ونستكمل مع فضيلة الدكتور علي جمعة سيرة وحكاية الامام القرطبي على ارض مصر بعد ان جاء اليها وشرفها فضيلة الدكتور اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك الامام القرطبي ربما يرى الكثير بان تفسيره يكاد يخلو من الاسرائيليات او هو بالفعل خالي من الروايات الاسرائيلية كيف كان حريص على هذا الامر وان لا تتسلل مثل هذه الروايات الى تفسيره المثل التي ينتمي اليه القرطبي صاحبة منهج وهذا المنهج جعله يحدد مصادره وايضا يحدد الطريقة التي سوف يعرض عليها التفسير ما مصادره؟ مصادره تفسير الطبري مصادره تفسير ابي بكر بن العربي مصادره اعراب القرآن للنحاس مصادره تفسير الموردي الشافعي مجتهد الشافعية مصادره تفسير ابن عطية هذه التفسير وهذه المدرسة إن صح التعبير جعلها مصدرا للتلاقي ثم ماذا يقول؟ فجعل التوثيق اهم شيء سواء كان التوثيق في عزو الاقوال لقائلها او سواء كان التوثيق في المصادر الشرعية وبيشتغل في القرآن الان فاذا المصدر الثاني هو السنة المشرفة بمعرفة صحيحها من ضعيفها من مقبولها من مرضودها لأنه كل ذلك وارد بالسند هذه العقلية الأكاديمية العلمية هي التي سببت كله هذا التفسير نقدر نقول يعني كلمة يا كاد أنا مبسوط منها لأنه في بعض الهنات موجودة في التفسير تفسير كتوبي بس حاجة يعني أنا لا أعرف منها إلا وحدة في عشرين جزء يعني في عشرين جزء مصدر مجلد كبير عشرين مجلد بياخد مساحة يعني صح وكان أول من أظهره دار الكتب المصري أول طبعة طبعة دار الكتب المصرية وبعد ذلك صوروا عليها يعني حتى ملاقوش حد يعيده مرة تانية وبعد كده طبع كثيرا وما زالت إلى الآن طبعة دار الكتب المصرية هي أدق طبعة موجودة كل التفسير القرطبي ده فسر وهو في مصر بالتالي يعني لأن أتى مصر وكان صغير يعني في مقتبل العمر ولا مش مؤكدة المعلومة دي لا كل تفسير القرطبي تم في مصر خالص ولكن تم على سنين كثيرة قد قد تكون نحو ثلاثين سنة ثلاثين سنة في تفسير القرآن أيوة بيفصل القرآن بيفصل القرآن نحو ثلاثين سنة لأنه في مظاهر عجيبة غريبة لكن خليني بس أنبه لتلك الهنات اللي أنا أقول عليها اللي هي ما لقيتش اللي مرة في قصة مش موثقة وهو إنه مش عارف الأئمة الأربعة جابوا عباية وركبوها وطاروا بيها للمكان اللي فيه أهل الكهف موجودة فيه تفسير صورة الكهف وبعدين ربنا أحيالهم بتوع أهل الكهف فكلموهم وقالوهم وعادولهم وكده وبعدين راحوا ركبين العباية تاني ورجعين ده هل في حد دسها لأنها مش ماشية حاجة زي كده يميل القلب إلى الدس اللي في حد دسها حطها وكان الدس ده غرض وإيه أن تأخذت قصة انتشارا ده نوعه زي الإمام القرطبي في كده وديه إحنا بنميل لدسها علشان مش متسقة مع اللي إحنا أريناه من البداية كله بيتبع المنهج العلمي منهج علمي دقيق ونقدر نقول عليه منهج علمي حاد وبعدين إزبية تظهر القصة دي بس القصة دي موجودة موجودة في الطبعات اللي موجودة فيه ظاهرة فيه التفسير اللي اتعمل في الثلاثين سنة إنه يجيلك في البقرة ويقولك إيه وسوف تأتي في صورة كذا يعني أنا هاتكلم عنها في صورة فلما يجي في صورة كذا ما يتكلمش عنها ينسى الكلام ده ما هواش اللي بيتقلب في سنة الثلاثين بسرعة الكلام ده عايز مدة طويلة علشان هو نفسه نسي هو كتب إيه في صورة البقرة أولا إيه إنه دي هيفصر صورة الدخان بعدين ينجي في الدخان ما يفصرهاش لأن لما هو وعد وعد من ثلاثين سنة واخد بالك فدي ظاهرة موجودة بس برضو مش كتيرة يعني حتى هذه الظاهرة في تفسير القرطبي ليست كثيرة فتفسير القرطبي قام عليه محققون أفاضل الشيخ يوسف الطفيش وعبد الرسول وكذا رحمه الله جميعا وأصدروه ولا يزال تفسير القرطبي إلى الآن هو التفسير الأكثر رجوعا إليه في تفسير كده لها عملت علامة في في التفسير منها تفسير الرازي ومنها تفسير الطبري وكان تفسير القرطبي تملي بيشا لما الطبع بقى ابن عطية مشاعش زي القرطبي كل علومة التي تفرد بها ابن عطية من اللغة من القراءة من كده إلى آخره بنجدها محررة مخلصة بعدما أعمل فيها الإمام القرطبي تحريره وتحقيقه فالكتاب القرطبي يعني هو المتصدر وهو مزال الأولى وشرفت مصر بأنه مدفون في منية بن خصيب في محافظة المجد الله يرحمه يصن إليه من أبرز تلمزة الإمام القرطبي أو اللي حملوا لواء وورثوا علمه مثلا من بعده تأثر به كثير من لأنه إحنا قلنا دلوقتي إنه ده 671 بعد كده بقى جاب ابن كثير فتأثر به جدا في محاولة الالتزام بالمنهج العلمي الجاد أهو ابن كثير مثلا بقى ما تلاقيش فيه ولا ولا رواية ولا حد دس ولا عير في دس طبعا كثير من الناس بيرجعوا ابن كثير للطبر أنه كأنه تلخيص للطبر لكن هو في الحقيقة تأثر جدا بالإمام القرطبي وبكتابه الجامع القرطبي تأثر به كثير منهم ابن عشور مثلا في تونس ولكن القرطبي ليس ليه تلمزة كده يعني معدودين لا طبعا ليه في الدروس وكذا إنما الأهم هو تأثيره في من بعده من المفسرين من القرن السابع الهجري وإلى يومنا كل الناس بتروح إلى تفسير القرطبي تميز أيضا بحاجة تانية خالص ما حدش ياخد باله منه أنه سهل العبارة وأنه إذا قرأه غير المتخصص فهمه إذن هو لم يوغل في المصطلحات ولم يوغل في التعقيد أو الإلغاز أو كده إذا أخيره إنما كان على حد الاعتدال وعلى حد صفة السهولة التي جعلته أكثر انتشار أنا بشكر فضلتك جزيلا شكر دكتور علي جمع على هذه سيرة الإمام القرطبي الأندلسي المولد المصر الإقامة والعلم والإنجاز وحتى الوفاة في محافظة المين شكرا جزيلا لفضلتك تفتخر به مصر صحيح نفتخر به مصر شكرا جزيلا مولانا شكرا موصول لحضراتكم إلى اللقاء قال سيدنا إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة منها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وبتتبع موارد ذلك الاسم العظيم فإننا يمكن أن نقول إنه هو الله الحي القيوم فنسألك يا الله يا حي يا قيوم لنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فإننا سعادة الدنيا وسعادة القيوم